أهلا بكم مأكد كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في لقاء صحفي في باريس على دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا وعلى المدى الطويل وأضاف البيان الفرنسي والألماني الذي يأتي في الذكرى الستين لمعاهدة الإليزي أن الدعم سيتركز على الجوانب العسكرية والاقتصادية كما أعلن إيمانويل ماكرون خلال اللقاء الصحفي عن إمكانية تقديم دبابات لوكلير لكييف نقدم الدعم فيما يخص المدفعية والدبابات والذخائر والعربات وفيما يتعلق بالدبابات لوكلير طلبت من وزير الجيوش العمل على الموضوع لا شيء مستبعدا في هذا الصدد وبدوره أكد أولاف شولتس على الاستمرار في تقديم الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا وتزويدها بمدرعات من نوع مردر مضيفا أنه لا بد من التنسيق مع الحلفاء بشأن إمدادات السلاح الطريقة التي عملنا بها في الماضي كانت دائما منسقة بشكل وثيق مع أصدقائنا وحلفائنا وسنواصل التحرك كلما اقتدت الحاجة بالمقابل هدد فياتش اسلاف فولدين رئيس الدوم الروسي المقرب من الرئيس بوتين من أن إمداد كييف بأسلحة هجومية من شأنه تهديد الأراضي الروسية واعتبر فولدين أن الدعم المستمر سيؤدي إلى كارثة عالمية ويجعل الحجج المناهضة لاستخدام السلاح أسلحة الدمار الشامل وهي وفق تعبيره يتفقون على دعم أوكرانيا لكن الحديث عن مدها بأسلحة نوعية لا يزال يثير الجدل بين الحلفاء ألمانيا التي تقف في بؤرة الضغوط الغربية تعهد مستشارها أولف شولتس بصحبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم أوكرانيا مدام ذلك ضروريا وبصفة ثابثة ضد الغزو الروسي دفاعا عما سماه مشروع السلام الأوروبي تلكء برلين في توريد دبابات اليوبارد الثنين إلى أوكرانيا يظل مسيطنا على رقعة الخلاف بين حلفاء كييف في هذه اللحظة من زمن الحرب ما دفع رئيس الوزراء البولندي إلى وصف موقف برلين بغير المقبول ولا يسهم في منع الحرب من التمدد إلى أراضي الناطور فقد كان منتظرا صدور قرار بتسليم تلك الدبابات خلال قمة رامشتاين بشأن أوكرانيا قبل أيام لكن الحكومة الألمانية لم ترخص حتى الآن لأي دولة تمتلك تلك الدبابات بتسليمها لكييف هذه الأخيرة تبدو شبه متيقنة من تسلمها الدبابات الألمانية وأن المفاوضات لا تزال مستمرة وهو ما أعلن عنه المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية فبرأيها تبقى اليوبارد عامل حسم للمعارك في الشرق ألمانيا النفاوزير الدفاع معارضة بلاده نقل دبابات اليوبارد القتالية إلى أوكرانيا من جانب واحد لكنه ربطها بحصول إجماع بين الحلفاء وفي انتظار قرار برلين يقول عسكريون أمريكيون إن حزم المساعدات العسكرية الموجهة إلى أوكرانيا لا تمنع من البحث عن معدات عسكرية روسية الصنع تلبي متطلبات المعركة وإن المباحثات بهذا الصدد جارية مع ست دول من أمريكا اللاتينية تحركات حلفاء أوكرانيا قابلتها موسكو بالتحذير من إنداد كييف بأسلحة هجومية من شأنها تهديد الأراضي الروسية رئيس مجلس النواب الروسية الدومة المقرب من الرئيس بوتين قال إن تلك الخطوة قد تؤدي إلى كارثة عالمية وتقود إلى حرب المروعة وفق تعبيره تصاعد وطيرة المعارك في أوكرانيا على أشده في وقت تنتظر كييف إمدادات عسكرية غربية نوعية ترى أنها قد تعيد ضبط عقارب الحرب كما حضى مشرعون أمريكيون إدارة الرئيس جو بايدن على تصدير دبابات أبرامز القتالية إلى أوكرانيا وقال عضو الحزب الجمهورية مايكل مكول رئيس لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب إن دبابة واحدة من دبابات أبرامز ستكون كافية لتشجيع الحلفاء خاصة ألمانيا على إرسال دبابات لأوكرانيا دعما لها في ختالها ضد الروس بل إن الإعلان عن تقديم دبابات أبرامز وحده سيكون كافيا على حد قوله ميدانيا قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش تمكن من صد عشرات الهجمات الروسية في مقاطعتي دونيسك والوغانسك وأوضح المتحدث باسم هيئة الأركان أن محاولات الجيش الروسي الاستيلاء على أراضي جديدة خلال الهجوم بأت بالفشل شن المحتلون الروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ضربة صاروخية وسبعا وعشرين غارة ونفذوا أكثر من خمسة وخمسين هجوما براجمات الصواريخ المتعددة يواصل العدو عملياته على مدينتي أفديفكا وليمان غير أن جميع محاولاته للاستيلاء على أراضي جديدة بأت بالفشل نظام إلينا من كييف يفهين ميكتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني تحياتنا أستاذ يفهين بداية أود لو نفهم منك هذا الاعتراض الأوكراني أو الغضب الأوكراني على ما تقوله ألمانيا ألمانيا لا تنسحب من دعم أوكرانيا بل تطالب بتنسيق بين الحلفاء لهذا الدعم ما الضير في ذلك أولا مساء الخير وتحقية من كيف الكهرباء متوفر متوفر وإنترنت متوفر أنا معكم شكرا على استدافتي ويعني بصورة عاجلة يعني بقول لكم بإننا نحن مش غدبين أبدا يعني في بعض الأحيان بيحدث لأننا نحن فهمين جيدا بإننا ناتو مش يعني هاي منظمة واحدة ولكن دمنا ناتو كان تقريبا تلاتين دولة فعند كل الدولة في رأي في موقف في اعتبارات داخلية وخارجية الناخبين وإلى آخره ودود والسياسية فما في خوف ما في خوف هناك نحن الصبر الصبر الجميل وزي ما أنا تذكر دايما رئيس الوزراء بريطاني سيد وينسطن تيرجيل لما قال في 1940 أفتكر لما بدأوا النازيين وجوم على إنجلترا هو قال لمواطنين في إنجلترا يعني يمكن لكم أن أقترح لكم فقط دم عرق ودموع فاوكرانيا الآن تعيش نفس الشيء اليوم يوم تلتمية تلاتة وتلاتين من الحرب من بضي الحرب ولكن يعني سيد المستشار الأمين العام لحلف النيتو كان قد قال قبل ذلك أن النيتو لن يوجه أو لن يقدم مساعدات كمنظمة كنيتو ولكن يمكن للدول بشكل منفرد أن تقدم مساعداتها إلى أوكرانيا الآن يأتي الخلاف حول ضرورة التنسيق من أجل إرسال هذه المساعدات الدفاعية هل هذا الأمر يبدو مبررة؟ قبل عدة أجهر شهرين حتى شهرين كان من المستحيل أن يدور الحديث حول منظمة باتريوت منظمة للدفاع الجووي الآن حوالي 100 جندي وضابط أوكراني يتعلمون كيف يتعاملون مع باتريوت وإلى آخره هناك تقدم مستمر في كل شيء وأكثر من ذلك هذا لا يعني بين ألمانيا كسانيا لازم أن هي ترسل لأوبارد هذا ليس شرط ممكن دول أخرى إذا كان هناك توافق هناك حتى على فكرة أنا شفت الموضوع 21 دولة تمتلك دبابات لأوبارد بما في ذلك على فكرة دولة قطر ولكن هل سمعتم الخبر الجديد اللي كان موزة أنا حتى لا أدري لأن قبل الساعة كان خبر بيأتي ببعض من مواقع انترنت أوكرانية بأن أوكرانيا سوف تستلم خلال أصابية القادمة دبابات تي 72 من تسنيع روسي ولكن دبابات من مغرب هذه دولة أول دولة ربما سيد يفيني هذه الأخبار بحاجة إلى تأكيد من صاحبة الشان وهنا نتحدث عن دولة كالمغرب ولكن أيضا بولندا سترسل دبابات إلى أوكرانيا وهي كانت غاضبة من رد الفعل الألماني بما أنك جئت على ذكر وينستون تشيرشل هو أيضا القائل بأن لا أصدقاء دائمين بل هناك مصالح دائمة بما أن هناك خلاف أوروبي يدور حول على الأقل كيفية التنسيق ومدى الإمداد وتوقيت هذا الإمداد هل تخشون من تراجع هذا الدعم لأوكرانيا في حال اقتضت المصالح الداخلية كما ذكرت في بداية جوابك ذلك المهم أوروبا تسعي إلى أمن واستقرار وعدالة هاي مبادئ يعني دائمة ونحن مش غلطانين بهاي هارب نحن كنا نعيش في أوكرانيا حتى الجيش الأوكراني ما كان مستعد للحوارب ومش متوقع يعني الهجوم الروسي يعني جارنا الكبير الدخم اللي على أوكرانيا حدودنا البرية 1300 كيلومتر تصوري يعني هاي شيء غريب فنحن في قرن 21 فنحن الصبر جميل نحن منتظرين ونحن ننادل والمهم الآن أنا كشاهد العينين في أوكرانيا في كيف في مدن أخرى هناك ما في خوف هناك ما في فوضى ولا هلا ولا حاجة هناك فقط ممكن القول كراهية تجاه روسيا هذا ولكن ما ذلك نحن عايشين وبالرغم من موجات وموجات من دربات من سواريخ من روسيا ومن موجات وموجات من مسيرات شهيد من إيرانية السنوة إلى خرية إلى خرية نحن عايشين يعني الرئيس الدومة الروسي اليوم قال إن تقديم أسلحة هجومية لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة وأن الحجج بعدم استخدام السلاح النووي ستكون وهي طبعا وليست هذه المرة الأولى التي تقول فيها روسيا مثل هذا الكلام ولكن هل تعتقد أن مثل هذه التهديدات الروسية هي ما يجعل الدول الأوروبية أو دول حلف النيتو تتردد في تقديم هذا الدعم السخي لأوكرانيا بودة أقول لكم بأن منذ أدة أيام كان تسريح من وزير الدفاع الروسي بأن روسيا ستبدأ قريبا أو قد بدأت حتى تغيرات في الجيش في الجيش الروسي ودليل من دلائل هي تسمية رئيس الكارنو للحرب كقائد لهذه كما يسموها هذه عملية عسكرية يعني حرب ضد أوكرانيا وإلى آخره إلى آخره ودائما المراقبين هنا في أوكرانيا نحن متعودين لأن عندما جارنا يبدأ الحرب يعني الدجة الإعلامية هذا يعني بأن جارنا يستعيد لدربات جديدة ويستعيد لمواصلة الحرب هذا بفاهمنا كده شكرك جزيل الشكر السيد يفهين مكتينك ومستشار وزير الخارجية الأوكراني كنت معنا من كيف شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك